هتحتضن طبعا بطولة مصر الدولية ريشة الطائرة لزوي القدرات الخاصة بطولة مصر تاني بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لزوي القدرات الخاصة البطولة دي هتتلاعب امتى هتتلاعب من 23-28 يناير اللي جاي بإذن الله اتحاد ريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حساب الله قرر اقامة النسخة الاولى من بطولة مصر الدولية لزوي القدرات الخاصة على صالة رقم 3 و 4 بسادة القائرات الدولية بمدينة نصر وقال الدكتور علي حساب الله رئيس الاتحاد الريشة الطائرة أنه بيحاول يشتغل مع عضاء مجلسه بشكل متواصل عشان تطلع البطولة بأفضل شكل ومظهر يعبر عن شكل مصر وصورتها الحضارية الكبيرة وفقا لرؤية الجمهورية الجديدة بالاهتمام بدوي القدوات والإعاقة الخاصة وأكد أن وزارة الرياضة أو وزارة الشباب والرياضة تحديدا دعمت الاتحاد في الفترة اللي فاتت عشان نقدر نجهز البطولة بشكل محترم يليك باسمها سمعة مصر في وسط الدور الكتير المقترح مشاركتها في البطولة دي أنا عايز أقول حاجة يعني أنه ما يخفاش على أحد أن الفترة اللي احنا عايشينها دي هي يعني الفترة الذهبية لسوي القدوات الخاصة وأصحاب الهمم وكان لنا ضيوف كتير جدا أبطال على الترابيزة دي على ترابيزة الأبطال وفي الوقت اللي هما ما بيلعبوش جوال نادي الأهلي أو نادي الأهلي ما بيحتضنش الألعاب دي ولكن دول الأبطال الحقيقيين أبطال القدوات الخاصة وأصحاب الهمم هما دول الأبطال لأنه بيتحدى أو بيقى فيه منافسات بيتحدى المنافسين وفي نفس الوقت بيتحدى عاقته فدول الحقيقة أبطال حقيقيين والعصر اللي احنا عايشينه ده بأمانة هو العصر الزهبي لزوي القدوات الخاصة اهتمام غير مسبوك من الدولة المصرية بأصحاب الهمم والاهتمام جاي من ناحيتين جاي من وزارة الشباب ورياضة وزارة التضامن دايماً بنلاقى وزارة التضامن دخلة في دعم كبير لنشاطات أصحاب الهمم أو دول القدرات الخاصة وللأ ممكن في حلقة من الحلقات نجيب أحد المسؤولين من وزارة التضامن المسؤول عن دعم أو ملف ده في الوزارة هنشتغل على ده ونحاول نجيبه لحضراتكم على طبعاً شاشة قناة النادي الأحلى هنروح له خبر تاني أو الخبر الأخير بقى معنا وهو خبر يخص النشاط المحلي في مصر اتحادي الريشة الطائرة بيقود واحد من أبرز الشخصات الرياضية زي عبد مينة عبد الحسيني زي شريف العريان أنا مش عايز أنسى حد في مجموعة كبيرة بترقص اتحادات نكحة الحقيقة موجودة في مصر منهم الاتنين دول بس أنا الخبر ده عن مهند شريف العريان اتحادي الدولي للخماس الحديث والخماسي صاحب مداليا الفضية في توكيو 2020 واللي قفزت بها مصر في الترتيب كبير ترتيب الجندي طبعاً اللي كان خاد المداليا دي اه الاتحاد الدولي بنظم حفل كل سنة وبتدي يوزع فيه جوائز بعد بكرة بإذن الله هتحمل الحفل ده اه ده بتاعة عشرين تاعة عشرين بيجي في نهاية في ديسمبر عشرين في آخر في آخر كل سنة وبينفس فيها الاتحاد المصر بلقاس المونة الشيف العريان على عدة الجوائز اه طيب مصر كانت حققت السنة اللي فاتت خمس جوائز من أصل اتنشر جائزة أعلن عنهم الاتحاد اه زي ما بقول لكم كده يعني تقريباً بنتكلم في 40% أول مصر من جوائز الاتحاد الدولي مصر خدتهم السنة اللي فاتت والجوائز دي مهمة صدقوني مهمة لأن هم بيقيموا الناس كويس وبيقيموا نشاطك وبيقيموا أدائك أنا آسف كمان مصر السنة اللي فاتت حققت جايزة أفضل اتحاد في العالم لسه بقول لكم وكمان حققتنا جايزة أفضل بطولة تم تسويقها من خلال تنظيم بطولة العالم للكبار والتي تلعبت على ملعب أو ملعب الأكاديمية العربية لهم تكنيجا ونال البحر بيسكندرية وكنا نواهنا عن البطولة دي السنة اللي فاتت لو تفتكوا السنة دي هيكت السنة دي يعني أو الموسيم اللي فات وكمان كنا كسبنا جايزة أفضل تنظيم لبطولة عالمية للكبار وهو تنظيم كأس العالم للكبار في ملعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكمان فاز محمد الجندي بجازة أفضل لعب ناشئ في العالم تحت 21 سنة كمان فاز معتاز زوائل بجازة أفضل لعب ناشئ شاب تحت 19 سنة في العالم في السنة الفاتية ده سورة محمد الجندي اللي انتوا شايفينها دي سورة محمد اوه محمد الجندي اهو محمد الجندي انا عايز اقول لكم ان يعني الخماسي بنعول عليه كلنا كل المهتمين بشأن الرياضي في مصر بنعول عليه عشان يعني عدد مديليات كبير او على اقل مديليا او اتنين على الاقل في اللومبيات اللي جاية باريس عشرين اربعة وعشرين عشرين اربعة وعشرين اللومبيات هتبقى في شارة تمانية يعني خلاص بدأ العد التنازلي هتقولي ده فاضل تمن شهور ولا حاجة اللي اتقاهل اتقاهل خلاص فاضل بعض المنافسات يمكن البتوطة العلعاب الافريقية اللي جاية دي هيبقى في بعض المنافسات اللي هتبقى يعني دخلة فيها بس 80-90% خلاص كله اللي زاكر زاكر واللي اتقاهل اتقاهل كل التوفيق اللي لعابتنا وان شاء الله يبقى نتائج جيدة افضل من توكيو عشرين عشرين لان مصر تستحق كده في دعم في بنية تحتية في شغل بيتعمل في اتحادات مش هقول كل الاتحادات في اتحادات بتشتغل مصر تستحق مصر تستحق وعايز اقول انه بعد اللومبيات خدوا مني انا بقى بعد اللومبيات اللي جاية دي هيبقى في نظرة كبيرة جدا لرياضة المصرية بعد اللومبيات اللي جاية ان شاء الله هيبقى في نظرة كبيرة جدا في الرياضة المصرية بشكل عام عشان نقدر الرياضة المصرية تواكب روح الجمهورية الجديدة لانه النهاردة انت عندك كل حاجة انا والله العظيم يا جماعة مش بقولي الكلام ده انا بقوله يعني الواحد مر يعني بشاف اكتر من وضع سواء بر مصر او جوه مصر البنية التحتية بتاعمل الرياضية في مصر تنظيم البطولات احنا النهاردة كنا فين وفيه لما بلاقي بطولة على مصر وكان بمآخرنا بطولة افريقية كل البطولات كل الدعم وزارة الشباب ورادة دخلها معاك في كل حاجة ممثلة الدولة المصرية فيه شغل بيتعمل مش هنقول احسن حاجة طبعا يعني طبعا الكمال لله واحده سبحانه وتعالى ولكن خطوات كبيرة اتخذت في هذا الاتجاه فلازم يكون ده اصاده نتائج لازم يكون اصاده نتائج نتائج اولمبية لان الرياضة لما بتنهت في اي دولة ده بيدل ان الدولة نهضت بشكل كامل هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان نستقبل ضيوفنا وزي ما نوهت في اول الحلقة في الانترو عندنا اتنين ضيوف النهاردة كبار كابتن والي العادي مساعد رئيس قطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي وهو المختص عن قطاع الناشئين واحد نجوم النادي الاهلي وده اللي هيبقى الضيف اللي جاي على طول وبعده على طول هيكون على ابو القاسم الاورى المصرية في السلاح ولكن بعد الفاصل